السيد يقول هل يجوز الانتماء لجماعة انصار السنة المحمدية؟ بيصعبوا ليك ديلة يقول لك عشان تخوش في الإسلام لابد يجوك الختمية يقول لك عشان تخوش في الطريقة بتاعتنا لابد تغمد عين واحدة وتقيف يا زول ان دار اتعلم كراتي انا دار اتعلم ديني يا زول في امتى؟ فبصعبوا عليك الدين الدين ده هيني اخ تعتقد في الله براو وما تباري الا الرسول والسلام والموضوع انتهت لكن بيجوك بيشبهات فما تباري اي جماعة وديل كلهم بعوة صار السنة الاصلاح ولا غيره الاصلاح بيقول يشكروا في التكفيرين ناس عبدالحي يوسف بيقول يجيبوهم وبيقول يدافع عن سيد غطب كما قال الدكتور الهواري لما سيد غطب في كتابة كتابة تصوير الفني صفحة متين لما قال لنأخذ موسى انه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج ده بتكلم عن نبي ربنا قال عنه يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه قال هو مندفع مستعجل ما بيصبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ربنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر كما صبر أولو العزم منهم منه موسى عليه السلام من الرسل فجاء الهواري اعتذر له قال لعله كلمة عصبي هي بلغة المصريين لا تعتبر سب أنا قلت لهم يا أخوان أنه سيضغطوا ده في كتاب ويتكلم بيا لهوي وكلام زي ده ولا قاعد يتكلم بلغة عربية ومش قلت أديب طيب كيف تقول بلغة المصريين لكن يا أخوان ده الكضب شان كده أنصار صنة الرئيس بتاعهم اللي اسمه عبدالكريم الآن قال أنتو بكلامكم بيقصدونا نحن قال أنتو بكلامكم في عبدالحي يوسف بتقطعوا الدعم بتاع الخليج شوف الكلام ده كيف كده يخليك من أي حاجة أنتو أنصار صنة اللي بتدعو للعقيدة والتوحيد الرزقين عبدالحي أنا خايف بعض الشيء أنا أحتاج أسابيع دعوية نجي نتكلم لأنصار صنة إنه عبدالحي ما بيدي الجنة وما بيدي الرزق وكلام زي ده ده مشكلة كبيرة والله فيمتة فما تنتمي للجمعات أما الناس المركز العام المام اسمه عنده الناس ما ينضم موضوع مش عزو في الترابي وكده وداك اسمه خالد عبداللطيف جاء الدام فتوى فيمتة قالوا وقد يكون العزاء واجبا يا زول فيمتة في عزاء واجب لقاك في الإسلام العزاء ده مستحب العزاء هو شنو ذاته يا دكتور خالد العزاء هو شنو ها العزاء ده انت هو المواساة والتصبير انت بتصبر الزول الماتوا له قال قد يكون واجبا واجبا في زول قال بيتسلم على منه واجبا في زول قال قال الله خلق السماوات السبع ويسترح تعزي في ده المهم ده موضوع تاني فديل ما بجوز الانتمال وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان